المركب التجاري أسامة بن زايد المركب التجاري أسامة بن زايد المركب التجاري أسامة بن زايد والتدبير من طرف هذا الجامعة والنتيجة أنه غراء أو مهجور كل شيء ما يكنش إنسان يهجر حاجة إلى ما قادش واحد الراحة دياله الناس ما قادش طمأنينة ما قادش الساكينة ما قادش الراحة ديالها النتيجة هجرت ولكن بقاوش بعض الناس اللي تيخدموا مساكن شيء ما حلتها وما كيخدموا انتمنوا من الله هدو اللي كيخدموا متانا ما عندهمش البادير فين يمشيوا وعلش هتروا ما قاوش أخويا ما قاوش يعني واحد النظافة ما قاوش واحد الساكينة تصور ما بقاوش سوي في ما قاوش واحد متابعة ولا تواحد مما كاتش النظافة مما كاتش تكون الحي متان رجير كله ما بقاش فتك الرونق اللي كان ولا سيامة أنا أعطيك كميثال هاو تصلح ولكن توا بالعين مجرد وشاردين على هذا الإصلاح هاو تصلح وتوا ما كيش المتابعة لحد الآن تصلح وتنفى المجالس القديمة اللي داروها ولكن نتيجة أنتم ما تشوفوا الكهرباء محيد ما بقاش كيشعل أنتم تشوفوا مثلا الطرطورات تيت هرسو الربيع فيه الوسخ غدي نزيد كاد أنا البرو ديالي واللي تقول لنهار كنشري الاسقاط ديال الفيران كل نهار كنخرج فار جوج فيران كنعمر ما كان عندي الفيران بسبب أن النظافة ما بقاش ولا بغيتين دخلك البرو تشوف اللاسقاط والليت عندي ميزانية ديال عشرات دراموني باش نشربك هوا كنشري اللاسقاط ديال الفار فاتش باش الفار لأنه بسبب البيئة المتعفينة اللي كنانا وانا ماشي البيئة من دور الجامعة اللي عندها الوسائل يعني اللوجيستيقية باش تقدر تنضف وتحيدنا انتم ما اشتيو حاشاك الوساخ واشتيو كل شي بعينيكم هاد المكان رمشي بوانوار كما كتنعت كما كتروج لي هاد المكان فهو عندهم مالي عنده ناس لقيمين عليه رغم أن المجالي السابق ديالجامعة تخلت عليه هملاته خلاته وعرض المتشردين والأوساخ والأزبال فبعد انخراط ديالنا ففي النظافة ديال هاد المكان كيف كتشوفوا السباغة اللي دايرة هنا فهي بمجهودات شخصية ديال ديال الجمعيات اللي بدات كالتحارب باش تنقي هاد المكان اللي كان في حل الغابة دنيا خانزة الوسخ وقدرنا طلاب رسمي الجماعة المجلس الحالي ولا المجالي السابقة تتعمد انها تهمل هاد المنطقة لغراضين في نفسي يا عقوب هذا كلام يا روج حنا ما عندنا نتشي حاجة رسمية من عند اسمي من عند المجلس ولا من عند المقاطعة حنا ختمين الحاجة الوحيدة اللي عندنا اللي كتزيد الشكوك ديالنا في هاد الكلام وهي ان المجلس حبس علينا الاستخلاص ديال الكرة منذ بداية الاشغال في هاد البرانس ديال المعاريف الاشغال والبيجي اللي خرج ما غن نهضروش عليه بيجي خيالي اللي كان ممكن يهزو منه غيشوية ويصلحوا منه هاد المكان مدارش كأن هاد المكان كين في عالم آخر ما كانش في المعاريف كين في بلاسة قرق هذا كي تحملو المجلس السابق هاد شي ولكن المجلس الحالي من اللي كنت طلبه منه الاستخلاص ديال اللي كرق بطلب رسمي كيرفض يشد من عند نحت الطالب اليوم كان وضعوا علامة السيفام كان قولوا عش هاد النسيان اللي كي طال هذا المركب التجاري هاد المحلات اللي مسدودة الفوق عش واش الجماعة ما بغش مداخيل لدي المحلات الفوقانيين ولا الاستخلاصات واش ديالمافيا العقار بغش تستولي على هذا القنت والصحيح إلا كان هذا شي صحيح احنا رمغا نسكتو كالتجار احنا كناس اللي كان نخدمو هنا اللي كي يخدمو معانا ما يفوق مئة عائلة ما يمكنش نسكتو ما يمكنش أننا نديرو ايد في ايد ولكن لحد الساعة ربقي موصلنا والو من عند الجماعة احنا كان طالبوا أن الجماعة تنخرط معنا في النظافة لهذا المكان وتحمل المسؤولية في هذه المحالات اللي مسدودين للفوق واللي كيجمعو غير المتشردين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر